أكد رئيس مجلس قضاء ولاية المدية لحسن سعادي على هامش اليوم الدراسي الذي جمع فاعلين في القطاع الفلاحي وعديد القضاة أكد أن دولة الجزائرية تتجه تجاه مباشرا نحو إعادة تفعيل جميع الوسائل المادية والبشرية في الميدان الفلاحي لاستغلال أفضل للمساحات والأراضي الفلاحية التغطية لمعمر العروسي كل قانون كل تشريع كل تنظيم يمر مراحل مرحلة إنشاءه ثم مرحلة تجربة ولن يتأتى لنا الاطلاع والوقوف على الإشكالات العملية التي قيد يطرحها قانون ما أو تنظيم ما إلا بممارستها إلا عندما تصطدم بمحق التجربة اليومية محق الممارسة